المشاهد والمواطن العراقي ممكن بسبب اليوم تراكم الأخبار وخاصة للأسف هناك بعض الجهات الإعلامية قنوات تستغل لأن الأخبار السلبية دائما فتولد فكرة أننا بلد مستورد فقط استيراد استيراد ولكن الآن سمعت أخبارنا أننا بدأنا نصدر بعض الأمور الزراعية إذا تقدر تشرحنا على هذا الموضوع الحمد لله هي مرات واحدة يركز على المحاصيل الستراتيجية مثل البطاطا التي وقفناها بالكامل وبدأت تصديرها كميات كبيرة جدا من عدها إلى خارج العراق محاصيل ست محاصيل استراتيجية من ضمنها التمور مع الوزيع مثل البطاطا من يستوردها من العراق تستوردها كثير من الدول جاء نصدر إلى لبنان دول الخليج يأخذوها البطاطا الحلوة نصحة التي يستخدموها غالبا معامل تشيبس معامل صناعة تشيبس أو الرقائق البطاطا محاصيل الحمد لله التي توفر بها اكتفاء ذاتي بدنا نصدر من عدها وصدرنا العام الماضي أكثر من 470 ألف طن من منتجات غذائية إلى دول الخليج بقطر الكويت السعودية إلى الإمارات إلى تركيا إلى سوريا ولبنان هذه الدول الجوار بالكامل جاء نصدر إليها ناهيك عن أن بعض هذه المنتجات جاء تطلع خارج تركيا باتجاه أوروبا هذا يمثل نجاح كبير يعني عندنا كميات كبيرة من الأعلاف من منتجات أساسية من الخضار والفواكه جاء تصدر اشتركوا في القناة